الأفعال الخمسة وإعرابها هذا العنوان أيها الأبناء يحتاج منا إلى وقفة يسيرة فنحن أولا مع الأفعال وليس الأسماء وهي الأفعال الخمسة فلماذا سميت بهذا الاسم؟ وهل أي فعل يمكن أن نطلق عليه اسم الأفعال الخمسة؟ هذا ما سنتعرف عليه جيدا من خلال هذه الأمثلة إن شاء الله ثم نقوم بالتعرف كذلك على كيفية الإعراب لنأخذ مثلا الفعل المضارع يصون ونحاول أن ندخله في هذه الجمل أنتم نقط الأمانة هما نقط الأمانة أنتم نقط الأمانة هم نقط الأمانة أنت نقط الأمانة هذه الجمل أيها الأبناء بدأت بضمائرة وهي أنتما في المثال الأول وهو ضمير للمخاطب المثنى والضمير هما في المثال الثاني للغائب المثنى والضمير أنتم في المثال الثالث لجمع المخاطبين والضمير هم في المثال الرابع لجمع الغائبين أما الضمير أنت فهو ضمير للمخاطبة المفردة المؤنثة ونبدأ الآن في الإجابة ندخل الفعل يصون في هذه الجمل وتكون الإجابة كما يلي أيها الأبناء أنتما تصونان الأمانة نلاحظ أننا أضفنا ألفا ونونا على الفعل تصون هما يصونان الأمانة أضفنا ألفا ونونا أيضا على الفعل يصون أنتما تصونون الأمانة أضفنا واوا ونونا على الفعل تصون هم يصونون الأمانة أضفنا كذلك واوا ونونا أنت تصونين الأمانة أضفنا ياء ونونا هذه الأفعال أيها الأبناء عبارة عن خمسة أشكال تصونان يصونان هذان شكلان تصونون ويصونون هذان شكلان أيضا وبذلك تصبح الأشكال أربعة وتصبح خمسة إذا أضفنا إليها الشكل الأخير تصونين وهذه الأفعال أيها الأبناء تتكون من فعل مضارع اتصلت به ألف لاثنين في المثالين الأول والثاني واو الجماعة في المثالين الثالث والرابع ياء المخاطبة في المثال الأخير لننتقل إلى فعل آخر أيها الأبناء وهو الفعل يخون على سبيل المثال ولنجعله فعلا من الأفعال الخمسة مع مراعاة سبقه هذه المرة بأداة نصب وهي لن وتكون الجمل على هذا الترتيب أنتم لن تخون الأمانة هما لن يخون الأمانة أنتم لن تخون الأمانة هم لن يخون الأمانة أنت لن تخون الأمانة هذه الجمل الخمسة أيها الأبناء التي بدأت بأنتما في المثال الأول مع الفعل المضارع تخونان هذا الفعل أيها الأبناء من الأفعال الخمسة لأنه فعل مضارع اتصلت به آلف الاثنين لكنه جاء بعد أداة نصب وهي لن كذلك في المثال الثاني هما لن يخون الفعل يخونان فعل من الأفعال الخمسة لأنه مضارع اتصلت به آلف الاثنين أيضا أما في المثال الثالث أنتم لن تخونوا الأمانة الفعل المضارع تخونون من الأفعال الخمسة إذ اتصلت به واو الجماعة لكنه أيها الأبناء فعل منصوب لأنه سبق بأداة نصب وهي لن كذلك في المثال الرابع هم لن يخونوا الأمانة أما في المثال الأخير أنت لن تخوني الأمانة فالفعل المضارع تخونين من الأفعال الخمسة لأنه مضارع اتصلت به ياء المخاطبة فلما سبق هذا الفعل بأداة نصب وهي لن كان الفعل أيها الأبناء منصوبا نلاحظ مما سبق أيها الأحباب أن الأفعال الخمسة السابقة تخونان يخونان تخونون يخونون تخونين سبقت بأداة نصب هي لن نلاحظ كذلك أن الأفعال الخمسة السابقة حذفت من جميعها النون فنستنتج أيها الأبناء من خلال الملاحظتين السابقتين أن علامة نصب الأفعال الخمسة هي حذف النون أما في الحالة الأولى وهي حالة الرفع فقد كانت النون أيها الأحباب موجودة إذن فالنون تثبت في حالة الرفع وتحذف في حالة النصب وهذا معناه أن الأفعال الخمسة ترفع وتكون علامة رفعها ثبوت النون وتنصب وتكون علامة نصبها حذف النون لنجاوز هذه المرحلة أيها الأبناء وننتقل إلى فعل آخر وهو الفعل يقصر نريد أن نجعل هذا الفعل على الأشكال الخمسة التي تعودنا عليها الآن ولكن مع وضع أداة جزم قبل كل فعل من هذه الأفعال الخمسة تكون الجمل على هذا النحو أيها الأحباب إذا تأملنا هذه الأمثلة الخمسة أيها الأبناء سنلاحظ ما يلي الأفعال السابقة أفعال مضارعة وهي من الأفعال الخمسة الملاحظة الثانية الأفعال الخمسة السابقة كل منها مجزوم لأنها جميعا سبقت بأداة جزم وهي لم الملاحظة الثالثة أيها الأبناء حذفت النون من الأفعال الخمسة فالأصل في الفعل تقصر تقصران والأصل في الفعل يقصر يقصران والأصل في الفعل تقصر تقصرون والأصل في الفعل يقصر يقصرون والأصل في الفعل تقصري تقصرين لكن مع دخول لم وهي أداة جزم للفعل المضارع أيها الأبناء حذفت النون من هذه الأفعال الخمسة لذلك نستنتج مما سبق أن الأفعال الخمسة تجزم وتكون علامة جزمها حذف النون ومعنى ذلك أيها الأبناء أن حذف النون علامة نصب وعلامة جزم أيضا في الأفعال الخمسة يمكننا الآن أيها الأبناء أن أطرح عليكم هذا السؤال تخير الإجابة الصحيحة مما يأتي المؤمنون يوفون بالعهود يوفون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أم ثبوت الواو والنون أم الضمة أحسنتم أيها الأبناء فعلا الإجابة الصحيحة ثبوت النون لأن النون أيها الأبناء علامة رفع في الأفعال الخمسة كما عرفنا ذلك منذ قليل لكن ماذا تكون الواو المتصلة بالفعل المضارع يوفي هذه تسمى واو الجماعة وهي في هذا الفعل أيها الأبناء عبارة عن ضمير مبني في محل رفع فاعل إذ لكل فعل فاعل كما تعلمون أيها الأبناء أما الضمة فهي علامة رفع بالفعل لكنها لا تكون إلا في الفعل المضارع الصحيح الآخر تعالوا إلى سؤال آخر هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ لا يوجد في اللغة العربية سوى خمسة أفعال نسميها الأفعال الخمسة أحسنتم فعلا العبارة خاطئة بل أي فعل مضارع أيها الأبناء يمكن أن يأتي على صورة أو شكل من الأشكال الخمسة التي ناقشناها ويسمى فعلا من الأفعال الخمسة ويعرب إعرابها فلا يشترط فعلا معينا بل أي فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة